اخر التحديثات لنظرة البرنامج البرمير برو طورت حاجات كتير في تجربة الاستخدام ودلوقتي بقى الاستعانة بالAI او الذكاء الاصطناعي حاجة متوقعة اساسية جدا وحطت تجربة المونتاج في برنامج البرمير برو في حتة كويسة جدا وبقى دلوقتي المونتاج اسهل واسرع من مكان تعال تشوف ايه الجديد في البرمير برو 20-24 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا هلا والله انا عمرو عطل ولو انت لسه ما عملتش الابديت لبرنامج البرمير فهتخش على كرياتف كلاو وشان نعمل الابديت لبرنامج بيقولك كده بداية ان الاصدار جديد دوت اسرع خمس مرات وصراحة هتلاقي الاصدار 20-24 اسرع من الاصدارات اللي قبل كده وهنلمس الموضوع ده ونحس به لو جينا اشتغلنا شوية فيه الكالرينج واعدنا نعمل شوية كالر كوريكشن وكالر جريدنج على البرمير هتلاقي ان التجربة هنا سموز ونعم عن الاصدارات اللي قبل كده وممكن تحس بالموضوع ده برضو لو انت بتعمل تراكينج على البرمير هنا هتلاقي الموضوع برضو ماشي بنعومة اكتر والموضوع هنا ما بيعملش على البرنامج او بيتقل على البرنامج البرفورمانس بتاعه بيبقى افضل من قبل كده وهنا الموضوع نسبي من شخص التاني ممكن حد يحس ان الاداء فعلا اتطور بشكل كبير وممكن يحس ان الموضوع حاجة طفيفة جدا مش فرق ملحوظ ان الاداء بقى اسرع خمس مرات زي ما بيقول تاني حاجة وانا شايفها برضو من اقوى المميزات اللي اضافت في البرمير عشرين وعشرين واللي فعلا حاجة زي كده تخليك تعمل افديت للاصدار ده مخصوص عشان الخاصية دي بالاضافة ان فيه خاصية تانية قوية جدا برضو هنقول عليها هتخليك تحب الاصدار ده جدا تاني خاصية وهي ازالة السكوت اوتوماتيك في البرنامج ولو انت مونتير او شغال في المونتاج بشكل عام عارف كويس جدا يعني ان انت تشيل السكوت في الفيديو بتاعك بشكل اوتوماتيك وده بيلخص عليك وقت كبير قد ايه ولو انت متابعين كويس هتكون عارف ان انا عملت فيديو قبل كده عن ازالة السكوت في الفيديوهات بتاعتك ولكن قبل كده عشان كنا نعمل حاجة زي كده ايما بنستعين ببلاجنز خارجية ايما بنستعين ببرنامج الميديا انكودر زي ما شرحت فيه الفيديو اللي قبل كده اما دلوقتي كل عليك انك بتخش على بنا اللي اسمها تيكست وبعد كده تخش على الترانسكريب وبكل بساطة تقولي البرنامج يعمل لي ترانسكريب اي نعم هنا الفيديو بتاعك ممكن يكون باللغة العربية او باي لغة تانية عادي جدا يكون باي لغة تانية هو هيعمل ترانسكريب وهيبقى كلام معظم وغلط كله غلط مش مشكلة معانا اهم حاجة ان هو هيسيب لي اماكن السكوت وهتبقى وضحان في الفيديو بتاعي في الترانسكريب فدلوقتي الشكل ده والعلامة دي بتقولك ان هنا فيه سكوت في الفيديو بتاعك كلد عليك انك بتيجي وتختار اماكن السكوت دي كلها وتعمل لها دليت من هنا وبخطوة واحدة دلوقتي انت عارف انت اختصرت على نفسك وقت قد ايه في المونتاج ومن نفس المكان في بنال تيكست تنزل تحت في الترانسكريب على يمين وتدوس على الايكونا ديت عشان نخش نحدد حساسية السكوت بتاعنا وكل ما بنقل العدد الثواني هنا بيلقط في الصوت بتاعنا اقل مدة سكوت ممكن تكون موجودة فبالتالي بيشيلنا السكوت بدقة اكبر الميزة الثالثة اللي بنتكلم عليها هي replace all في التيكست دلوقتي زي ما شفنا ان احنا نقدر نعمل ترانسكريبت لفيديو بتاعنا وبناء عليه ممكن نعمل برضو كابشن الفيديو بتاعنا لو الفيديو بتاعنا بيتكلم باللغة الانجليزية وده اللي نقدر نقول عليه ده لعيب في الترانسكريبت لغاية دلوقتي انهما بدعمش اللغة العربية أما لو انت شغال على أي فيديو باللغة الإنجليزية تقدر دلوقتي تعمل له الترانسكريبت وتقدر تعمل له الكابشن بالإضافة ان انت لو فيه أي جملة عنده غلط فيه الترانسكريبت تقدر انت تعديلها كلها في الترانسكريبت من ان انت تسيرش على الكلمة ديت وتعمل لها ريبليس قول تغير الغلط دوت في كل بتاعك مرة واحدة ممكن نفس الترانسكريبت دوت نعمل بي كابشن الفيديو بتاعنا بان احنا بنيجي على التلات نقط دول وندوس كرييت كابشنز بيبدأ هنا يحول الترانسكريبت اللي انا عملته لكابشنز وطبعا انت لو عندك فيديو طويل والترانسكريبت بتاعه ممكن يكون فيه اخطاء بشكل متكرر تقدر دلوقتي تعدل عليه كل مرة واحدة وكمان تعمل كابشنز للفيديو بتاعتك بشكل اوتوماتيك برضو هاي ديس اسمي عامر عطالة ايام فروم ايجيبت اول سببورت تو اوار فاميليز and برازرز فروم بالاستاين الميزة الرابعة واللي بتعتمد على الزكاء الاصطناعيه هي audio tagging في الاصدارات اللي قبل كده لما بيبقى عندنا فيديو وعايزين نحط عليه track music ونخلي الموسيقى تهدى في وقت كلام الفيديو ولما الكلام يخلص ترجع الموسيقى تعله تاني فهين البرمير يقدر يعملان الموضوع ده بشكل اوتوماتيك عن طريق الكي فريمز ولكن قبل كده كان فيه خطوة زيادة كنا بنعملها بنفسنا بشكل يدوي هي نحنا نقول له ده track الصوت اللي فيه الديالوج اللي فيه كلام بتاع الشخص اللي بتحدث فيه وده track music اللي انت هتبدأ تعمل عليه key frames عشان تهديه وتعاليه تاني اما دلوقتي في اصدار عشرين اربعة وعشرين الخطوة دية انت كمان مش هتعملها انت كل اللي عليك ان انت هتختار التركات بتاعتك وتقول ل البرمير اعمل لانت الخطوة دية auto tag ساعتها هو هيتعرف على الديالوج والموسيق لواحده وبعد كده تقدر انت تعمل او ان انت تقدر تحكم فيه مستوى تقليد الصوت وتعالية الصوت براحتك الميزة الخامسة بقى واللي قلتلك هنجيلها كمان شوية في اول الفيديو هي الانهانس سبيتش ومن اسمها كده انت تقدر تعمل تحسين للصوت بتاعك جوه البرمير نفسه دي بقيت ميزة واداة جوه البرمير ولو انت سمعت عن ادوبي بودكاست الخدمة اللي اعلنت عنها عشان تقدر انت تحسن الصوت بتاعك في موقع ادوبي بشكل مجاني دلوقتي وبكل بساطة ادوبي بودكاست بقت موجودة جوه برنامج البرمير لانها كانت نسخة تجربية كانت ادوبي بتجربها فيه ادوبي بودكاست ودلوقتي بقت جوه برنامج البرمير وزي ما تقول كده ان ادوبي بتقولك كل حاجة انت بتحتاجها وبتدور عليها مش هخليك تطلع برا البرنامج كل عليك دلوقتي انت تختار الصوت بتاعك وتعمله انهانس وتعالى نشوف مع بعض هيتطلع علينا نتيجة عاملة ازاي على دلوقتي انجرب الانهانس سبيتش وانا بتكلم مقاصد اتكلم من المايك الداخلي للكاميرا سادس ميزة معانا وهي الريكافوري مود بجانب ان النسخة الجديدة بقت اسرع خمس مرات قبل كده دلوقتي بقى عندك الريكافوري احسن بكتير جدا خليني نقول بالبلد كده ان البرنامج ما بقاش بيكرايش زي ما كان بيكرايش قبل كده وفي حين انه هو عمل كراش او تقفل بشكل خاطئ وانت شغال على المشروع بتاعك البرنامج بيقدر يعمل لك الريكافوري ويستعد لك المشروع بتاعك بشكل احسن مما كان قبل كده وما بتخسرش عليه الشغل بتاعك بالنسبة كبيرة جدا بالاضافة بقى انه هو بقى بيعمل الوتو سيف دلوقتي في الباك جراوند يعني ايه يعني انت مش هتلاقي اي رسالة بتظهر لك وانت شغال يقول لك استنى 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 انا هعمل اوتو سيف رهده كده شوية وبعد كده ايامل التحميل وبعد كده تقدر ات تكمل الشغل عليه تاني لا الرسالة ده مبقيتش هتظهر لك تاني خلاص دلوقتي هو بيعمل الوتو سيف فى البجير backround مع نفسه وطبعا تقدر ان انت تحدى الوقت اللي يعمل فىه الوتو سيف كل قد ايه لكن انت تخش على ايدت و بعكيها بريفرنسيز وبعد كده تخش على الاوتو سيف و بعكيها تختار المد канале عايزه يعمل فيها الاوتو سيف كل كام ديه ودول كده يعتبروا اهم ست مميزات التورو بشكل كبير جدا في برنامج الادوبي برمير برو عشرين و عشرين و عشرين بالنسبة لي اهم واحلى مستين في اللي تكلمنا عليهم زي ما قلت لك هم او او ازالة اماكن الصمت في الفيديو بتاعك قوية جدا 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 و مفيدة جدا و تحسين الصوت بتاعك اكتب لي في الكومنتات ايه اهم ميزة عجبتك في المميزات دي كلها لا تنساش تعمل لك الفيديو سبسكريب في القناة لو انت لسه مشتركش في القناة و هتلاقي برضو في وصف الفيديو كورس لتعليم الادوبي برمير و نونتاج الفيديو من البداية للنهاية موجود عندك في ديسكريبشن تحت و مستاني اشوفك الفيديو اللي جاي انا عمر عطالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته